اخواني واخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم من مصر المحروسة دائما وابدا باذن الله بلاد الطبي والاطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط الى الخليج موعدنا المعتاد زي كل يوم كل يوم بنحاول ان احنا نتواصل مع بعض كل يوم حد يبعث لي حاجة او تساؤل مهم جدا احس ان هذا التساؤل مهم للناس كلها فبجاوبه قدام الناس كلها علشان لو حد جي او قابل نفس الموقف دوت ما يبتديش ان هو يبعت يسأل تاني يلاقينا جاوبنا على السؤال ده ايه هو السؤال اللي بعته لي احد الاخوة اللي هو عنده انزلاء غضروف هو بعت هو في بلد تانية غير مصر فبعت قال لي انا عندي حاجة غريبة جدا يا دكتور محمد وقلت ايه استشرك فيها انا مش قادر اجيلك العيادة قلت له ايه هي فقال لي انا الغضروف بتاعي في الاشاعة وبعت للاشاعة هو غضروف بين الفقرة الرابعة والخمسة مش دي المشكلة خالص لكن الغضروف نحية اليمين في الاشاعة لكن انا الوجع بتاعي كله بتاع التهاب العصب والتهاب عرق الناسة او الغضروف بتاعي عامل قلم في ظهري وبيسمع في رجلية الشمال وعمل لفة عدة كترة ويقولولي احنا عايزين نعمل عملية بس انت عندك حاجة غريبة جدا ده انت الغضروف بتاعك يمين بس الوجع الشمال طيب بيقوللي هل انت شفت حالة زي كده قبل كده يا دكتور محمد اقولت له ده انا شفت حالات زي كده كتير والده كترة اللي انت روحت لهم وبيقولولك ده حالة غريبة برضو شافوا حالة زي كده كتير بس هم محسسينك انها حالة غريبة وان انت لازم تعمل عملية وكده والحالة دي مش غريبة ده هو ده الواقع وهو ده الصح ازاي اللي بيسبب القلم بتاع العصب او التهاب العصب مش ان الغضروف دايس على العصب احنا قلنا الكلام ده مليون مرة مش الغضروف اللي دايس على العصب ده الغضروف لما بيحصل له انزلاق وبتلاقيه كبر كده في الاشاعة او طلع منه جزء في الاشاعة بيطلع من جواه مادة النواة اللي جواه مادة النواة دي بتحرق تحرق العصب لو العصب حس بيها يحصل له هذا الالتهاب عشان كده اللي انت بتشوفه في الاشاعة مش هو اللي ضغط على العصب ده هو بيفرز المادة اللي جواه فهي اللي بتعمل الالتهاب في العصب فممكن انت تبقى شايفه في الاشاعة ناحية اليمين ولما بيفرز المادة اللي هي الحارقة اللي بتعمل الالتهاب العصب ده بتتسرب وتروح ناحية الشمال لانها شوية مية في الانزلاق الغضروفي اللي بيطلع المادة الحارقة دي او المادة اللي هي بتاعت النواة ممكن مية سائل ممكن تتسرب يمين أو شمال فانت مش مهم عندك ده اللي احنا بنقوله فانت لو عملت عملية وشلت الغضروف وده بيحصل بقى انت بيبقى حظك وحش امتى او معظم الناس حظها وحش ليه لان هو بيطلع الغضروف ناحية اليمين فالمية بتاعته بتتسرب ناحية اليمين برضه فتلمس العصب فيقوله انت شوف الغضروف بتاعك يمين والعصب ملتهي بيمين هنشلك الغضروف اللي ده يفعل عصب يشيله الغضروف العصب ما يتحسنش عشان كده بيقوله ان عملية الغضروف فشلة فشلة ليه لان انت عملت حاجة ملهاش لازمة انت شيلت الغضروف اللي شكله كبير اللي احنا بنقول عليه ما هواش ضغط على العصب ده لامس العصب بس تمام وسبت المية اللي طلع منه عملة تطلع برضه فانت زودت الحالة انت بدل ما هو كان بتنقط نقطة كده كل يوم لا ده انت فتحت الغضروف كله وبقت حنفية مية حارقة بتنزل على العصب كل يوم فيقولك ده القلم زاد وده موجود في الكتاب بتاعي يعني الكتاب اللي احنا عاملينه بنوزعه في العيادة وموجود على الانترنت موجود مجانا على الانترنت قدروا تنزلوه من ضمنها تفسير الموضوع ده في احد الصفحات انا كاتب ان يا جماعة اللي بيعمل لكم القلم والتهاب عرق الناسة مش ان الغضروف ضغط على العصب ده ان المادة النواية الحارقة بتخرج وتلمس وتعمل التهاف في العصب سواء بقى الغضروف يمين هي بقى حرة تروح يمين تروح شمال مش المشكلة في الغضروف مشكلة في المادة الحارقة تمام فده تفسير ليه ان انت عندك في الاشاعة غضروفك ناحية اليمين بس العصب الشمال اللي بيلتهب او اللي تعبك ولما تيجي تعالج او نيجي نعمل حقن هنعمله لك ناحية الشمال في الناحية اللي تعباك مش هنعمله لك ناحية اليمين انت فاهمني مش بالصورة احنا دايما مش بنعالج الصورة دايما نقول كده احنا مش بنعالج الصورة لكن بنعالج المريض اتمنى ان تكون الموضوع واضح لو عجبكو الفيديو دوت وعايزين ان انتو يجيلكو الفيديوهات الجاية في القناة اعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب لو مش عجبك الفيديو ده بنعتذر ان احنا ضيعنا وقتك ومتعملش سبسكرايب عشان ما تشوفناش تاني على اليوتيوب اللي عايز يتواصل معانا بيتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك هي نفس الصفحة نفس اسم الصفحة على الفيسبوك هو نفس اسم القناة او الشانل بتاعت اليوتيوب اللي انتو بتشوفوا عليها دلوقتي الفيديو دوت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والى لقاء اخر ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون بينفيدكم